قلت لكم القيمة التسويقية باشموندس وانت خبير التسويق لما تكون القيمة التسويقية للأهلي 31 مليون يورو وللرجاء المغربي 10 مليون يورو تعبر عن ايه؟ تعبر عن قدرتك المادية لكن ما تعبرش عن بالضرورة عن قدرة فنية لأنك انت اللعيب اللي عندك اللي بيتقايم ب2 مليون يورو ممكن يجوه هو يتقايم بنصف مليون يورو لو موجود في الرجاء حتى لما تشوف المسؤولين في مصر بيتعاملوا مع النادي الأهلي ما انت نادي غاني عايز مننا ايه؟ فهي الفكرة ان الاندية المصرية مش الاندية المصرية والمتخبات الكوتشات الأجانب اللي موجودين في مصر ما باخدوش نص الرواتب دي لو هم هم موجودين في شمال أفريقيا على ذكر الشمال الأفريقي والكرة المغربية الوداد كان طرف في أول مباراة للصبر الأفريقي أول مباراة للصبر الأفريقي عملت في عام 93 جمعت الوداد مع أفريكا سبورت الإفواري فاز بها الفريق الإفواري في ملعبه بركلات الترجيع الأهلي ما في بطولة وده حاجة الحياة الرقم الأهلاوي المهم جدا في كرة القدم الأهلوية ما في بطولة الأهلي شارك فيها إلا بقى هو الأكثر فوزا بيها من أول ما تقال يا كورا من أول ما تقال بطولة القاهرة وكاس السلطانية وماشعار كل بطولات حتى ما قبل الدولة قبل كاس مصر مرورا حتى بالصبر الأفريقي كل بطولة الأهلي شارك فيها هذا الرقم القياسي في مرات التدويق الأرقام القياسية الأفريقية مهمة جدا ليه؟ لأن النادي الأهلي والمشاركات المصرية في البطولات الأفريقية كانت متأخرة عن أي حد تاني بالضبط يعني في بداية التمانينات أنت أول لقب واحد اثنين وتمانين أكثر من كده أنت في التسعينات عدت ثلاث سنين ما بتلعبش في الثلاث سنين دي كان قمة توهجك كفريق كان من الممكن تعملك فيهم أربع خمس ألقاب ما بين بطولات وسوبر وأبل كده فأنت رغم هذا من الألفية التانية بقى اكتساح صحيح الألف السوبر عنده يا جماعة السبع ألقاب خدها في ألفين واثنين، ألفين وستة، ألفين وسبعة، ألفين وتسعة، ألفين وتلاتاش، ألفين واربعتاش، ألفين وواحد وعشرين سبع ألقاب سوبر للأهلي تخليه حامل اللقب أو حامل الرقم القياسي في مرات التتويق بهذا اللقب التراجي التونسي أكتر حد شارك في السوبر ومخدهاش يعني حاول أو لعب السوبر أربع مرات ما أخدهوش في تسعة وتسعين والفين واثناشر والفين وتسعتاش والفين وعشرين كان التراجي فعلا الأكثر خسارة للقب في أربع نهائيات الأكثر فوزا في النهائي الأهلي زي ما قلت لكم سبعة الأكثر وصولا للنهائي الأهلي التسعة يعني الأهلي لعب تسع مرات في السوبر خاد منهم سبعة شارك الأهلي على مدار تاريخه في تسع مرات البطولات الأهلي في السوبر الأفريقي وعلى حساب مين عشان الرقم المهم جدا اللي كلكم بتحلموا بيه الأهلي عنده تلاتة وعشرين لقب قاري دولي بيسعى للقب الأربعة وعشرين عشان يفضل ضغط على مين على ريال مدريد أكثر أنديت العالم تتويجا شوفوا حجم طموحات الأهلي والرقم المستهدف بالنسباله أنت بتزاحم ريال مدريد على الأكثر تتويجا في العالم القاب الأهلي في السوبر اللقب الأول خاده في 2002 باشموندس كان على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 2006 على حساب الجيش الملك المغربي 2009 على حساب الصفاقس التونسي 2007 على حساب النجم الساحل التونسي 2013 على حساب اليوباردز الكنغولي 2014 أقصى الصفاقس التونسي و2020 كان على حساب نهضة بركان إذن المرة الأخيرة في التتويج الأخير للآله كان على حساب الأشقاء المغاربة وإن شاء الله اللقب الثامن للآله في السوبر يكون على حساب الرجاء نهضة بركان ولا بركان بركان طيب أنا مش عفضل أصلح لك كتير بركان الحساب ضمن شكرا